واحد شاب فقير في اندونيسيا تحول إلى مليونير بين يوم وليلة بين عشية وضحاها في ساعة حظة زي ما بيقولوا الراجل ده كان بيشتغل أو ما زال يعني بيشتغل ربما غير يعني وظيفته دلوقتي كان بيصنع توابيت للموتى فيهم كان مشغول بصناعة تابوت وسمع صوت ارتطام فظيع جدا على السقف بتاع البيت اللي حصل لما دخل شاف انه في حجر كده نزل على السقف وهز البيت من كتر من قوة الضربة الحجر مش كبير حوالي اثنين كيلو ونص تقريبا أو اثنين كيلو ومئة جرام الحجر ده عبارة عن نايزك نزل من السماء من الفضاء على سطح هذا الشاب وبعدين عرف انه هذا الجزء من النيزك من مادة اسمها الكوندريت الكربوني ده نوع نادر جدا المهم باع هذا الحجر او هذا الجزء من النيزك كان بمليون دولار بمليون وثمانمائة الف دولار يعني بين ليلة بين عشية وهضحاها اصبح هذا الشاب الفقير في اندونيسيا مليونيرا هنيئا له